تريان العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بدءا من الجمعة مجلس الوزراء قال في بيان يوم الاربع مبارح انه هيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم الساعة ستين دقيقة اعتبارا من يوم غد الجمعة هيستمر العمل بالتوقيت الجديد من الجمعة الاخيرة من شهر ابريل اللي هي بكرة وحتى الخميس الاخير من شهر اكتوبر من كل عام مجلس الوزراء كان قال في مارس انه هيرجع التوقيت الصيفي مرة تانية بعد ما اوقفوه لعدة اعوام النقطة دي عايز اقول فيها تعليق سريع طبعا بالنسبة للناس حاولوا دلوقتي تروحوا على الساعات اللي في بيوتكو كمان اربع خمس ساعات الساعات اللي في ايديك الموبايلات الكلام ده كله لو عندك شغل زباط الساعة لان بكرة بيبقى يوم فيه فوضى كبيرة جدا بكرة مفهود اجازة يعني فحاولوا ان انتو بكرة وبعده تتعودوا نفسكوا على التوقيت الصيفي الحكومة بتاعتنا اللي لغت التوقيت الصيفي من كذا سنة وقالت خلاص مالوش لازمة اعادة التوقيت مرة تانية بيقولك قد ايه الحكومة دي بتدير البلد بعشوائية ما تبقاش فاهم هم خدوا القرار من كذا سنة على اساس ايه ودلوقتي رجعولوا ليه من الحقيقة ما احناش فاهمين لكن واضح ان في حد في الحكومة يمكن يكون بيفهم يعني قرر ان عود التوقيت الصيفي دلوقتي هتبقى حاجة عظيمة جدا هنشوف الفترة الجاية هتبقى حاجة عظيمة ولا لا